شيء ثالث منشوف حكمة المسيح الغير محدودة هو واضح انه في عيون وفي فحص وناس متشككة ومن ناحية تاني في ناس فعلا عندها ايمان لكن حكمة المسيح تجلد انه اكتشف حاجة المريض كان عنده مرض مزدوج مرض روحي اللي هو الخطية ومرض جسدي اللي هو الشلل اللي هو الفالج يسوع رأى نفسه نفس هذا المريض المحطم والمعذب فاستطاع ان يشخص المرض كان ممكن يعني يزيل الشكوكة واي شيء من الاخر يقول له قم احمل سريرة ولكن معجزات المسيح احبائي ما هيش سوبرمان بيحاول يظهر بمجرد امور خارقة دايما فيه بعد روحي دايما فيه عمق روحي فيه اختبار روحي فيه حكمة روحية وراء كل موضوع وراء كل معجزة وراء كل شفاء وهذا بتشوفه في بشارة يحنة كل معجزة يسميها الكتاب آية آية يعني علامة لانه فيها شرح تفسير روحي ما هو ابعد من المعجزة كما قل شيء طبيعه تلقائي حيث وجد يسوع وجدت المعجزة ولكن هنا احبائي تجلت حكمة المسيح في التعامل بتشخيص هذا المريض فهو الحكيم بلا حدود تعرفوا في الشرق الاوسط عندنا في فلسطين الطبيب بيسموه الحكيم لانه يعني عنده الحكم كيف يعالج المرض ولكن المسيح هو الحكيم الذي شخص المرض وعرف احتياج هذا المريض مش بس كان حكيما ايضا بكيفية التعامل مع رجال الدين المتشككين اللي جاءوا حتى يتفحصوا فكان عاوز يعطيهم جواب شافي كافي ووافي حتى يشوفوا قدرة وحكمة يسوع المسيح شيء اخر نمرة اربعة في هاي الايات اللي قرأناها حقيقة منشوف محبة يسوع المسيح محبة الغير محدودة وهي المحبة لا هي مشروطة ولا هي يعني لغرض معين لكن مكتوب الله احبنا محبة ابدية انظروا اية محبة اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله لانه هكذا احب الله العالم ولكنه يعني الله بيّن محبته لنا لانه ونحن بعد خطاط مات المسيح لاجلنا فالمعجزة كلها من قلب المسيح المحب من طبيعة المسيح المحبة انه محبة غير محدودة جاء المسيح المحب الحنان ليتعاطف مع الانسان لقد اتحدى يسوع في جسم بشريتنا ولكن بلا خطيئة لقد كان قلبه رحمة وهي الرحمة تعلن عن عمل النعمة العجيب النعمة التي لا نستحقها بعكس رجال الدين الذين جاءوا لا لكي يسمعوا ويشفوا ولكنهم جاءوا ليسمعوا وينتقدوا ويتربصوا ويجدوا علّة ليشتكوا عليه أليس هذا الحال حتى يومنا هذا من هم أكثر المقاومين لعمل يسوع المسيح هم رجال الدين الذين يؤمنون أن المسيح مجرد إنسان أنه نبي عظيم يحاول أن يقلل من أهمية المسيح إما دفاعاً عن ديانتهم وإما عن جهل لأنهم لم يقرأوا أو عن كبريا عاوز يلاقي أي علّة مش مهم يعني يروح على جهنم المهم إنه عاوز يهدم في المسيحية صلاة اليوم إنه رب يفتح عينيك ويفتح ذهنك ويفتح قلبك وحط أي يعني تحيز أو أي شيء أو كلام أنت سمعته غير صحيح وغير صادق وإفحص من نفسك وأنا أتحداك إنك تقرأ بشارة الإنجيل لابد أن تتغير أو رح تكتشف أنه يسوع مش مجرد إنسان يسوع هو الله الظاهر في الجسد مع أنه أيضا أعلن عن نفسه هو كلمة الله الإنسان الكامل بلا خطيئة ترجمة نانسي قنقر